أن يرسل متعهد سجن جرافة لبدء أعمال الحفر ببساتين زراعية تعود للرهبانية اللبنانية المارونية ويشغلها أهالي البلد منذ مئات السنين قبل أن يقبض هؤلاء تعويضات بدل الاستملاك لأمر كافا لإعادة فتح ملف السد الذي طلبت وزارة البيئة في حزيران الفائت وقف العمل به لإجراء دراسة الأثر البيئي وزارة البيئة التي تفاجأت بخبر بدء أعمال الحفر تؤكد أن الأعمال متوقفة منذ قرار المشنوق وتتمنى على وزارة الطاقة استمرار التوقف حتى انتهاء الاجتماعات القائمة لهذه الغاية بين خبراء الوزارتين صار فيه اجتماعين بشهر تموز كان فيه اجتماع مقرر بعد بكرة لحتى نتابع هلأ فيه أمور قدموها من ضمن الوثائق الموجودة عنه بس ما قدمو لنا كل شيء بس بتصور كانوا عم بحاولوا يفرجوا أنه النقص اللي كان موجود أنه موجود بدراسات تانية مستقلة عن دراسة الأثر البيئي اللي عملوها هذا التنسيق بين الوزارتين لا يرضي أبدا الناشطين البيئيين نرجو من قاضي الأمور المستعجلة يوقف فعلا الأعمال لحين يتطبق طلبه لوزير البيئة يلي قال أنا بطالب بتعيين شركة محايدة ومستقلة مش مبادلة دوكومنت بين وزارة الطاقة ووزارة البيئة إذن يبقى الانتظار حتى الخميس المقبل سيد الموقف لمعرفة ما إذا كانت وزارة الطاقة ستقدم ما يرضي وزارة البيئة لاستكمال العمل بسجنة من عدمه شكرا